منذ عام 2003 وإلى الآن أقحمت إيران العراق في صراعاتها المستمرة على النفوذ فحولت البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات الأقليمية والدولية لأسيما بعد انتقلت المواجهة بين إيران وإسرائيل إلى جولة جديدة من الصراع وعلى أرض العراق المقحم بإشكاليات مشروع إيران الأقليمي في المنطقة وإشكاليات برنامجه النووي من ناحية ثانية هذه المواجهة بدت واضحة وجلية حينما قصفت طهران أربيل بحجة وجود جهاز المخابرات الإسرائيلي المساد فيها الأمر الذي أكدت على نفه أربيل وعندت الهجوم في سياق الصراع الأمريكي الإيراني لتزاد المخاوف من تصاعد التوتر بين المتخاصمين بعد اغتيال ضابط بالحرس التوري الإيراني حسن صياد خدائي وسط طهران وتواعد إيران بالرد والثأر فكان رد الأخير بقصف مطار بغداد رد فعل إيراني يعد شاهدا ودليلا على أن العراق أصبح ساحة فعلية لصراع الجانبين خاصة مع تزايد ضغوط الأحزاب والميليشيات المرتبطة بإيران تجاه الوجود الأمريكي في العراق لأسيما بعد العملية العسكرية التي شنتها واشنطن وأصفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني والزعيم ميليشي الحجد أبو مهدي المهندس في الثالث من كانون الثاني لعام 2020 مراقبون أكدوا أن الصراع بين إيران وإسرائيل سيتصاعد وأن الرد الإيراني على الأخير سيكون في العراق حلقة الوصل الأضعف التي تهيمن عليها الأحزاب والميليشيات فضلا عن كون البلاد ساحة الرخوة يمكن استخدامها كورقة في الصراع الخارجي خاصة وأن نفوذ تهران في بغداد لا حد له إلا أن المراقبين السبعد أن تجد في الأراضي المحتلة صدى لتهديدات إيران المتصاعدة